السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي اخوتي مرحبا بكم في لقاء جديد بقناة توزروس اليوم ردت الحديث عن الجبنة باستغراب في الحقيقة لاني في بعض البلدان في العالم مثلا بفرنسا موجود حوالي 1200 صنف من الجبنة 1200 صنف فرنسا في حين في بعض البلدان العربية ما تجد صنف كثيرة في الحقيقة ممكن تجد صنف او اثنين او ثلاثة والكاليتي لانواع الجبنة الموجودة مناها كاليتي مش كويسة مستغرب في حقيقة الامر لماذا نحل في البلدان العربية ليست لدينا ثقافة صنع الجبنة واكل الجبنة الى غير ذلك وحتى انا رأيت في بعض البلدان العربية مثلا في بعض البلدان المغرب العربي الجبنة غالية غالية كثيرة مناها اغلى حتى من اللحم لا اعلم لا اعلم مناها السبب لذلك بالرغم ان الجبنة مناها فوائد كثيرة منها انها مصدر للبروتيين وكذلك الجبنة مصدر للكاليسيوم والفيتامين الف وباء اثنين وكذلك باء دو اثناش والفيتامين الدل وكذلك الفيتامين السي وكذلك هي مفيدة جدا لتسوس الاسنان مناها تحمينا من تسوس الاسنان وكذلك بها مصدر من الزنك ومصدر الفسفور الى غير ذلك من الفواد المهمة مناها في الجبنة لكن للأسف نجد نجد في مناطقنا العربية ليست ادينا ثقافة صنع الجبنة واكل الجبنة انا صغير ممكن مناها في من اصول من الصحراء الصحراء العربية كان بعض البدو يصنعون الجبنة مناها تلك الجبنة المصنوعة في جلد المعز كانت موجودة لكن توقفت هذه العادات والتقاليد عند بعض البدو توقفت تلك العادات والتقاليد وشفنا في بعض البلدان العربية مناها انواع واصناف تعجبنا اللي هي ما هيش ذات جودة عالية لا اعلم السبب في ذلك لا اعلم هل مثلا بلدان العربية ممكن ليست بلدان مناها موجود فيها المرعب كثافة ممكن لكون هذه البلدان بها الجفاف ممكن الله اعلم لانه مفيش مفيش مراكز تكوين مفيش مراكز تكوين لان الناس لا تعلم بعض الناس لا تعلم كيفية صناعة الجبنة وبعض الفلاحة الصغار والمزارعين وبعض المزارعين الصغار لا يعلمونا كيفية تصنيع الجبنة الجبنة وليست هناك وليس هناك تشجيع من الاطراف المسؤولة في بعض البلدان العربية على صناعة الجبنة والابتكار حتى نصل مثل بعض البلدان الاوروبية الى 1200 صنف هذا بفرنسا فقط ممكن بسويسرا موجود الله اعلم ممكن الى 1000 صنف ممكن هولندا كذلك موجود 1000 صنف معنى وصناف لا تعد ولا تحصى من انواع الجبنة التي هي مفيدة في حقيقة الامر الى صحة الانسان مفيدة الى صحة الانسان نجد هناك التنبع الله اعلم هل هي لا اعلم هل هي مناها ثقافة او ممكن مفيش كما قلت اهتمام بالموضوع في بعض البلدان العربية وكذلك ممكن الجفاف الله اعلم الجفاف لان الجبنة مناها تصنع بالحليب والحليب يجب ان يكون هناك مرعة والمرعة غير موجود في جل البلدان العربية المرعة غير موجود لان قلة وشح الامطار هي سبب في عدم وجود المرعة ان شاء الله في المستقبل مناها في بعض البلدان العربية نجد نصل الى خمسمائة صنف او الف صنف او الفين صنف من الجبنة مناها حتى مناها تكون لدينا اصناف عربية بحتة ان شاء الله كل ما نتمناه في المستقبل ان شاء الله مناها الجهات المسؤولة في البلدان العربية تعطي اهتمام لهذا الامر وتعطي اهتمام لهذا الموضوع وهذا والجبنة بصفة عامة ويكون لدينا مناها انتاج في البلدان العربية يفوق حتى انتاج بعض البلدان الغربية ذلك كل ما نتمناه اردت اليوم الحديث عن ذلك لاني في الحقيقة استغربت منها في عدم وجود صنف كثير والجبنة في بعض البلدان العربية غالية غالية الثمن باهزة الثمن لا نعلم كذلك لماذا جبنة غالية الثمن وباهزة الثمن وليست في مقدور جميع الاشخاص وانما في مقدور ممكن بعض الاغنياء فقط بعض الانياء فقط عفوا ولا اخوتي اخواتي نتمنى لكم يوم سعيد وان شاء الله في المستقبل نتحدث عن مواضيع اخرى وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا اعمل لايك لا تنسوا اعمل الشير للفيديو وإلى لقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته